قال البنك الدولي في بيان إنه وافق على قرض بقيمة 440 مليون دولار لتحديث أنظمة الإشارات وتحديث المسار بإجمالي 763 كيلو مترا من شبكة سكك الحديدية المصرية البالغة طولها 5 ألاف كيلو متر وضف البنك أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر ستخصص 241 مليون دولار لتطوير المسار الذي يربط بين القاهرة والجيزة وبني سويف ضمن الشبكة لتصل التكلفة الإجمالية إلى 681 مليون دولار وقال إن العوائق التي واجهتها الهيئة أظهرت أن هناك هامشا لتحصين أدائها لسيما في مجالات العمليات واسترداد التكاليف والصيانة وخدمة العملاء وتركز مصر بشدة على الاستثمار في النقل والبنية التحتية للتنمية الحضرية من خلال السعي للحصول على تمويل التنمية للمساعدة في تمويل مشروعاتها وتعاني مصر من أزمة مالية في ظل تداعيات جائحة كورونا أدت إلى تراجع مصادر دخل النقد الأجنبي وأبرزها الصادرات والسياحة في سياق المتصلين قال موقع ميدل إستعاي البريطاني إن نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ولد شكلا جديدا من رأس مالية الدولة المعسكرة يعتمد على تخصيص الأموال العامة لإثراء النخم العسكرية جنبا إلى جنب مع التقشف المفترض بدلا من التركيز على تطوير التنافسية دائمة تشمل دعم القطاع الخاص ويتوقع التقرير الذي نشره الموقع أن ينجم عن أزمة القروض التي أنتجتها السياسات الاقتصادية الحالية ينجم عنها تخلف في سداد الديون وانهيار للعملة وهي المتطلبات الأساسية للطراب اجتماعي شامل وأضاف التقرير أن ذلك أدى إلى أداء مخيبا للأمال للقطاع الخاص وارتفاع لمستويات الفقر وانخفاض مستويات النمو الناتج المحلي الإجمالي وضعف الطلب في السوق المحلية كما وأكد التقرير على أن مستوى الدين الخارجي ارتفع من 16% من ناتج المحلي الإجمالي في عام 2013 إلى 1939 في عام 2019 ليصل إلى مستوى تاريخي حيث بلغ 123.5 مليار دولار في يونيو الماضي وأوضح التقرير أنه لا خيار أمام النظام المصري سوى الاستمرار في تجديد ديونه ومحاولة خفض الإنفاق الحكومي من خلال إجراءات تقشف متزايدة من شأنها أن تزيد الفقر وتزيد التضخم وتضعف الطلب المحلي وهذا بدوره سيدفع النظام إلى الاقتراض أكثر لتلبية احتياجاته التمويلية ينبو إلينا عبر الإنتجينات من لندن الخبير الاقتصادي نهاد إسماعيل سيد نهاد مرحبا بك سيد نهاد بداية دعني أسألك عن القرد الجديد ما حاجة مصر إلى هذا القرد وما في ضوء ذلك التقرير لموقع ميدل إست آي كيف يلقي هذا القرد بالأعباء أو بمزيد من الأعباء على الوضع الاقتصادي المصري التاريخ الاقتصادي المصري أشار له كاتب ومفكر اقتصادي مصري أعتقد جلال أمين في قصة الاقتصاد المصري يقول أن مصر وقعت في فخ أو مصيدة الاقتراض الخارجي أي تعتمد على المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي صندوق النقد الدولي وكذلك على دول معينة في الغرب للاقتراض عندما وقف السيسي في مؤتمر استثماري 2015 قال أن مصر تحتاج من 200 إلى 300 مليار دولار للتنمية الاقتصادية للمشاريع لذلك مصر أدمنت الآن على الاقتراض خاصة في الفترة 2013 إلى حتى عام 2021 لذلك التداعيات على ذلك هو تراكم الديون أعباء جديدة على الاقتصاد وحرمان القطاع الخاص من حصته من كعكة الاقتصاد لماذا يأتي العسكر المصري ليزاحم ويتنافس مع القطاع الخاص لأن القطاع الخاص هو القوة الاقتصادية الحقيقية التي تخلق النمو الاقتصادي وتخلق الوظائف ولكن سيد نهاد دعني أقف منك على الطرف الآخر أليست هذه الأموال المقترضة كلها تذهب إلى مشروعات تنموية هذا المشروع مشروع متعلق بالسلطة الحديدية التي هي بالفعل بحاجة إلى تطوير وغيرها من المشروعات التي اقترض لأجلها عبد الفتاح السيسي في النهاية هي مشروعات تنموية ليست كلها تتكلم عن مئات الملايين من الدولارات لكن هناك اقتراض بعشرات المليارات لمشاريع لم تأتي ثمارها ولم ينتج عنها ولا يوجد أصلا شفافية في بيانات تكشف ما هي الأرباح ما هي الخسائر من هو المستفيد هناك ضبابية قوية كاملة فيما يتعلق بالاقتصاد الذي يديره الجيش المصري مهمة الجيش والعسكر في أي دولة هو حماية الحدود وحماية الأمن المواطن وليس الدخول في صنع الحليب والألبان وكذلك التجارة والمنتجعات السياحية والعقارات وغيرها هذا ليس من اختصاص العسكر ربما لوزارة الدفاع الدور في الإشراف على الإنتاج العسكري أو أنتاج الأسلحة وحتى تصديرها للخارج إذا كان هناك دائرة تختص بالتصدير ولكن ليس الدخول في جميع مرافق الحياة الاقتصادية 50% تقريبا حسب بعض المصادر تقول أن الجيش المصري يسيطر عليها إذا الاستقراض إذا كان يهدف إلى استثمار يأتي بالفائدة والنمو الاقتصادي ويقلل البطالة ونسب الفقر في مصر يرحب به ولكن أين الأرقام الحقيقية؟ هل نعرف متى خسارة هذه المشاريع؟ وما هي الجدوى من هذه المشاريع؟ هناك مبالغات أحيانا أعطيك مثل بسيط توسيع قناة السويس كلف 8 مليارات دولار وكانت توقع من السيسي أنه خلال خمس سنوات ستجني مصر 100 مليار دولار الذي حدث أنها جنت 27 مليار دولار أي نسبة الربحية كانت 4.7% لذلك هذه مبالغات سياسية ولكن الهدف من سيطرة العسكر على الاقتصاد ربما أبعد من الاقتصاد نفسه بل لأهداف سياسية ربما لتقليل ميزانية وزارة الدفاع لدعم الرواتب للجيش وكذلك لتشديد القبضة العمنية على مرافق الدولة وليست لأنها اقتصاديا لم تنجح ولم تؤدي إلى الفقر في مصر شديد البنك الدولي 2018 في أحد التقارير قال 60% من سكان مصر إما فقراء أو معرضين للفقر أرقام حديثة تقول أن نسبة الفقر 32.9% نعم سيد نهاد هذا الرقم الأخير تحديدا رقم 32.9% هو رقم الجهاز المركزي للإحصاء والتعبئة في مصر ولكن دعني أسألك تقرير مدى الإستقاة يتحدث عن أنه لا خيارة أمام النظام المصري سوى الاستمرار في تجديد الديون هل يمكن أن تشرح لنا هذا الرأي تحديدا؟ لماذا يجب على النظام المصري الاستمرار في الاستدانة إن كانت الاستدانة لا تؤدي إلى تحسين الاقتصاد إلى تحسين أوضاع الناس في ظل ارتفاع الأسعار مزيد من الدرائب مزيد من الشكاوى المباشرة التي يعاني منها المواطن معظم السبب أن الاقتصاد المصري هاش وهناك نسبة بطالة عالية انتاجية ضعيفة نمو اقتصادي ضعيف حتى مع الكورونا أو حتى قبل الكورونا لذلك مصر بحاجة لدعم خارجي لكن كيفية استعمال هذا الدعم هي المشكلة لا يوجد معايير لقياس كيف يتم استعمال هذا المال لا يوجد حوكمة أو الاتزام بالمهنية والشفافية والمعايير العالمية لا أحد يعرف أين تذهب وكيف تستعمل هذه الأموال لماذا يتدخل الجيش في إنشاء مصنع حديد ومصنع اسمنت مع أن هناك يوجد مصانع حديد ومصانع اسمنت في مصر لماذا يتدخل؟ هل هناك سبب اقتصادي مقنع؟ لا أعتقد ذلك وهناك مؤسسات مثل كارنيغي مثلا تقول أن التدخل العسكري في الأمور التجارية والاقتصادية ليس فقط يضعف النمو الاقتصادي بل يمنع نهاية الفقر لأن للقضاء على الفقر والبطالة نحتاج إلى نمو اقتصادي هناك دواعي أخرى أن مصر الآن أصبحت مدمنة على الديون لا يمكن الخروج من ذلك بسبب الزيادة السكانية فشل إداري لا يوجد كفاءات وكذلك عدم الرغبة في الاستقلالية التامة ولكن يطلب من المواطن أن يتقشف وأن يحزم بطنه ولا يأكل إلى آخره لذلك مصر بحاجة إلى إعادة بنيوية اقتصادية إعادة هيكل اقتصادية وخسخصة وضعاف القبضة العسكرية على المرافق الاقتصادية بشاكل مصر تعود إلى عشرات السنوات وليست حديثة ولكنها تراكمت في السنوات الخمس أو ستة الأخيرة بسبب السياسات الخاطئة التي يرتكبها النظام لذلك الاستدانة هي شغلة ترقيع وليست حل جذري الحل الجذري يكمن في إصلاح اقتصادي وتقليل التدخل السياسي والعسكري في الأمور الاقتصادية التي تحتاجها مصر لماذا الدول أخرى مثل كوريا الجنوبية نعم وضحت الفكرة نعم وضحت الفكرة الخبير الاقتصادي نهاد إسماعيل شكرا جزيلا لك كنت معنا عبر الإنتجنات من لندن لك جزيل شكرا